أنا ودي أضيف شيء فضل جاوزنا الوقت نعم طبعا عندي في كتبي خصوصا كتبي الثلاثة الأخيرة اللي صدرت الدين والضماء الأنطلوجي الدين والاغتراب الميتافيزيقي الدين والنزع الإنسانية مجموعة فصول تتحدث عن فلسفة الفقه وتطبيقاتها فصل في الدين والنزع الإنسانية عن البرجعيات الكلامية للفقه في الاستنباط فصل في الدين والاغتراب الميتافيزيقي بعنوان الاستملاك الرمزي للهلال هناك أنا يعني هذا عبارة عن بحث تطبيقي لفلسفة الفقه كيف أن الصراع اللي موجود في عالم الإسلام حول الهلال خصوصا هلال عيد رمضان وبين هلالين في هلال فيزيائي فلكي كوني وهذا يحدد بالثواني الآن وفي هلال اللي هو ديني عبرت عنه هذا الهلال الرمزي فهي المعركة على الهلال الرمزي ولذلك تجد دائما فيه اختلاف في مواقيت العيد وفي موضوع الهلال الاختلاف أيضا الموقف لأن هذا الهلال الديني باستملكت رمزيا المؤسسة الدينية أظن هذا البحث موجود في كتاب الدين والاقتراب الميتافيزيقي وأنا بعثت الأستاذ جعفر ممكن أيضا يرسل لمن يودنا اطلاع عليه أظن كنموذج تطبيقي راح يوضح هاي الفكرة اللي تحدثت عنها بشكل بمثال في حياتنا مورد ابتلاء مورد ابتلاء سنو أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله